عام دراسي جديد بلا كتب وبلا دفاتر حلقة أخرى من حلقات الفساد وسوء الإدارة في العراق وهذه المرة في وزارة التربية المسؤول الأول عن تجهيز وطباعة الكتب المدرسية لتكون في متناول جميع التلاميذ ومثل أي أزمة خدمية في العراق حيث يدفع المواطنون ثمن الفشل والإهمال الحكوميين تحاول وزارة التربية التنصل عن المسؤولية متذرعة بعدم إقرار الموازنة المالية لعام 2022 حتى الآن كما يؤكد مسؤول تربية محافظة النجف وزارة التربية تحتاج ما يقارب 200 مليار دينار عراقي لطبع الكتب الأسف الشديد يعني التجاذبات السياسية حكومة تصريف أعمال وكل الظروف حالة دون توفير هذا المبلغ مما أدى إلى حصول حالة سلبية كثيرة وركن مهم من أركان العملية التربوية والكتاب المدرسي عدم وجود لحد هذه اللحظة موازنات سابقة مليارية دخلت خزينة وزارة التربية والتعليم لكن دون وجود أي فائض مالي يمكن الاستفادة منه في أزمة حالية مثل أزمة تجهيز وطباعة الكتب المدرسية يعني كتب إحنا عدنا شحة كلش اللي سلمناها من العام ماضي خبناها من طلاب ورجعنا لهم إياه بس خبنا على عاتقنا كبريسة بجديد وهيئناها بس مع الأسف نصل تلاميبنا ما عدنا الكتب مدرسيين موجودة عدنا واللي عدي كتب موجودة وزعتها والدفاتر ما عدنا ولا دفاتر سلمنا كتب مدرسة كاملة يسلمونه مع العشرين تنميذ ومالصف أول إحنا بس عددنا هنا ما يقارب ستين تنميذ لما ننطهن الظن الكتب السادس عدنا بكل المراحل أنه عدنا نقص لم يقف المعلمون ولا أهالي الطلاب مكتوفي الأيدي حيث تعاون الطرفان على توفير ما يمكن توفيره من الكتب المستخدمة في العام الماضي لسد النقص واستمرار العملية التعليمية قسم من الأهالي تبرعوا ويشترون قسم بحثنا عديد من المدارس أخرى داولنا بيناتنا كل تلميذ عنده كتب بالبيت يسترجحها من أهل أقارب الطلاب حتى يعني المشتريهم يرجعوها حتى يستفادوا من طلاب الآخرين في بلد يدر عشرات المليارات من الدولارات سنويا تختزل فيه العملية التعليمية وينخرها الفساد فلا مناهج نموذجية ولا أبنية مدرسية كافية ولا تجهيزات مدرسية للطلاب ليكون نصيبهم من أموال بلدهم إعادة توزيع الكتب التالفة وبقاء الكثيرين بلا كتب أصلاً ترجمة نانسي قنقر